أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بنقل تبعية عدد من المنشآت بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وطبقا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها وذلك وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كما نص القرار على أن يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية